ايه اخينا هنحلو عن سماكي؟ شعلة طولي دي هدنة بس ربنا يخليلي جد و جابر تقولي حاجة ولا مسلملي يا حبيبي طب و ايه بليخ فين؟ بليخ خطاري وطاره على اسكندريا شمان اسكندريا؟ لأ دي جوسة طويلة او يطور شرحها تحكيلي بعدين صباح الخير طبش تحكيلي ايه النظام مع طارق؟ تقولي حاجة يا شمي؟ لا يا حبيبي ايه والله العظيم انت ايه يمخليك اعد مساء الخير؟ مساء النور اه اساس جابر موجود؟ اه تفضلي شكرا اهلا يا فريد اهلا تفضلي ازايك يا عم جابر اهلا اهلا يا ريدي ايه دم مش انتي؟ طب يا لولا هازبائك انا بره استناكي بره اه نيس توميت تيو اتنيني يا جبان مفي بص shops مفي بصد وهنا فريد صيحة اه اما بليغ ده علي حركات رجبüne صرف عما نشوف مين اللي هيكسب الله عمورة انا كنت عايز يعني اتوسط ما بينكو وابقى حمامة حمامة سلام يعني لكن بصراحة كده انا واخد على خاطر مينك وزعلانة عمورة انا؟ ليه؟ بقى يا راجل تكنسر الوال وددوه استمرها ستة وتدو البيت الدكتور اللي راح ولا جه مين اللي قالك الكلام ده؟ هو، عرفت بقى مع خلاص عمورة بص يا عبد الله به عنا موضوع الولاء ده خلاص رامي التطبطوا يعني تقدر طول كده أن انا مبقىش لها يدعو بيه فيروionedشيله من دماغك فيروệt الحوار ده معتلش مصالح لا طبعا لا عطل عمورة لما تستقلوا بيا وحدتنكو يعطل كل المصالح طبعا يعني انت هتحطيه لك فيه المتحد؟ وبصراحة لغاية دلوقتي الرجل ما ظهرش وانت عارف ان انا ميل ليك وعايزة شاركك بس بصراحة انت بطة بطة بلدي عمورة يعني انا حمامة وانت بطة قلت يا عمورة هتساعدني ولا ايه؟ بصراحة عبدالله بيه اي حاجة اللي حواره ولا وانا رقبتي ليك اي حاجة اي حاجة خلي بالك اتذكر بيطربت من لسانه بقولك رقبتي خلاص مادام هنبقى شركة لازم يبقى ذاتنا في دقيقنا فانا عايزك تطلب من شريفة هاني ملدتك انها هتقبل عبدالله بوك قلت ايه؟ قلت العبد ايه؟ السؤال عويس للدرجات دي؟ لا بالحكس السؤال سهل جدا هو الجغال هو اللي صعب يبقى انت مش عايز تجرحني وتقولي الحقيقة انه بليغ عمرو محبيني لا لا انا ما قلتش كده خالص مش قصدي يا عم جابر انا جايلك مخصوصة عشان عارف ان بليغ عمرو مخبة عليك حاجة بليغو يحبني ولا لا؟ سهلة في الحقيقة ماينفعش اي حد يتكلم عن لسان الغير مهما كانت درجة القرب منه عايزة تعرف في الحقيقة تعرف فيها منه هو يعني هو مصرحكش بحاجة في الحقيقة اذا كان ده سؤالك فانا عايز قولك انه قبل ما يسافر كان بليتكلم معي وبعد برجة ما يسافر برضه كان بيتكلم معي وكان كلامه بيقول اني اني في يعني مشاعر انا انطباعي انها مشاعر حب انما انا مايفعش اتكلم عن انطباعي انا لازم تسأليه وهو اللي يقول اسأله ايه بس ما انت عارف ما انا كل ما اسأله بيعود يتوهني كده ما بش بفهم منه حاجة بيقول كلام مبهم هو كده محلق في السماء على طول عارف امت ولا فين عامل زي كروس عامل جناحات من الشم وفضل طاير 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 لحد ما قرب من الشمس الشمس دوبت الشم الجناحات اتقصرت وقع ريابت اطاقبت وانا بصراحة مش عايز ارقابتت اطاقب معي وده اللي انا قلت قوله لما فاركشلك الجوازها فاركشها من قبله على فكرة اقول الله وحتي بضلي معزيبة نفسك كده لا هكمل حياتي هستقر وهتجوز بس بعد ما اخلص من كل الزكريات اللي بتربطني بيه حين العقل الصندوق ده في كل الجوابات اللي كان كاتبهاي لي بليغة كل الهداء اللي كاتبهاي لي بليغة لازم اخلص منها علشان اعرف اتحرك لو قدام بحياتي صح بس يا عم كابر دي دبلت خطوبتنا اسم مكتوب جواها الله والسلسلة دي انا مكنتش بقالها على فكرة بس فيها صورته من جوه صورته فعلا ودي اول برده جبهاي لي دي اجمل برده شفتها في حياتي حطيتها في الكتاب علشان يعني احتفظ بيها ما تتفرتكش كده وتتفرفت وده بقى ده ده بدوب ده جبهولي بليغ في اول عيد ميلاد ليه واحنا مع بعض بستاها بص زمته بليغ على فكرة بس كنت كل ما بدق منه كنت بجيب سكينة واضح أاضره بده بدوب هاي واضح بقطه فيه كله وبعدين كان بيصب عليا فبارجع أخياته تاني ما بتقطه من كل حد يا حبيب يا حبيب يا بدي يا حبيب يا حبيب يا حدد انا عايزك تاخد الحاجات دي خلاص مش عايزها حط يعني انت عايزاني او 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 الى الحاجات دي قصّل هالو بقى إحرقها أعمل اللي إنت عايشه موّلتوا ليش عرفتوا طالين من إينا بهوات اللي إيه سأل ميتوش واضح إن اللي عايزينه عندك اللي هو إيه؟ الحقيقة الحقيقة اللي حصل لأبوي وعمل ما كنت سايق بيه من غير لفه دوران فيه سر إنت موّلتوش يعني إنت محدش بقيتك وراي عشان يوقعني في الكلام حد زي مين؟ لويه السؤال للوحدة دوايا في الكلام طيب أنا هقول لك أبلها فيه حد عارف إنه عندك سر بس السداني أنا ما عرفوش أصل حكاة معقادة ماشي ماشي حلو يبقى نبتدي من الأول ملت الحدسة ما تحكي يا ابني ما هن يبقى مرأة كاميرات المرألة وكلنا شفناها ما عادة تجننت إنتوا اللي إيه؟ إنت يا أستاذ عمين يا أمين بيه يا أمين باشا فيه يا فاطين فيه إيه؟ ديه طريقة تقتحن بيها مكتابي وشركاتي بتحريقنا قدام المرأسفين بتواني إيه؟ على الأقل احترم أخوك الكبير الكبير مش بالكلام يا أمين الكبير بعميله واللي إنت عملته ده لا له دعوة لا بالأخوة ولا بالأصول ده مغدر وخياني يا بيه؟ اللي إبنك مرأتك عين؟ مرأتو يبني بره الموضوع يا أمين وشريفة مرأتو مايش يسري يا مرأتك اللي بتخططك وتحردك لو أمرت التوكيل الأمريكان اللي اتضرب وخدتو بيه شركة اس ام كوربريشن بتاعتي يا عند فاكر إن أنا خدت منك التوكيل فبتردها لي في المزال بقى ما حصلش يا أخي وانتلك ما حصلش ده الكلام اللي قالته شريفة هاني مرأتك اللي عم جابر في التليفون وهي هتجيبه من دماغها يعني؟ مرأش عرفني خلاص إحنا فيها تنزل معها دلوقتي ونواجههم شريفة وإسرية وعم الجابر وتشوف من فينا المحقوق قدامهم كلهم هتيجي ولا تهرب برضو بالمواجهة زي عالتك ما أنت ما تعودتس على شغل الدغري أنا ما بأهربش من المواجهة يا عمل خلي السوقي تجهز العربية دلوقتي حالك ها بترك الماء يا عربيتي ولا تستوزي بالحال من الأول يا شريفة راحنا في الطريق هوا لو وصلت بدر خش عند عم جابر واستنين يعل السلام ها ها تقداش تحرك مترين وللا ما تستاذن الهالي مش كده وبعدين بقى ها بيها الحقيقة دايماً بتوجع ها بص اعلى مش نقص حرق الدم ومش هكمل معاك في الطريق اوقف يا عم أنا زيني هنا ما توقفش يا بلال في إيه اوقف يا عم انت الطريق عم سيب عيدي مكالي بيه يا عم أنت سعدوا والله أجب معه مش كده يا عم يا عم يا عم أنا أقول لك يا عم أقول لك حسل يا عم هل تقلقك؟ هل تقلقك؟ هل تقلقك؟ هل تقلقك؟ هل تقلقك؟ لا يا فندي مانديش بفضل يمدع على أقلقك